اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث أعرب جلالته خلاله عن صارق تعازيه ومواساته إلى فخامته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسن مبارك مشيدا بما قدمه الرئيس الراحل رحمه الله لوطنه وأمته كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة كما أبلغه بنقل خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل محمد حسن مبارك ظارع جلالته إلى الباري جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء وقد أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عميق شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على تعازيه ومواساته وما أبداه جلالته من مشاعر صادقة ونبيلة تجسد عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين سائلا المولى أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة تجسد عبائلات والشعبين به تجسد عمق استواتيهم تجسد عمق ستصل خلوجه تضمم موت هاتف تجسد عمق تحضر شكرا